حبيبا حبدأ بمباراة الزامال الكوبيرامز كونها هي اللي بدأت اليوم أولاً في الرابعة شفت المباراة دي إزاي؟ كانت ممتعة, كانت مباراة حلوة فرقتن كبار عندهم إمكانيات كويسة السكواد بتاعهم كويس مع أن السكواد بتاع بيرامز اللي شيد أعلى لكن زامالك عندو الشخصية بتاعة البطولة القناة لك بدارو يحسنوا المباراة وطبعاً بتوفيق بتاعها عواد في دربات الجزائي نفسي السؤال يا كابتن محمد ليه النهاردة زمالك كسب المباراة وليه ببرمز خسر المباراة؟ يمكن تكملة برضو لكلام الكابتن صلاح انت بتتكلم في لعيبة وجمهور وطبعاً الكلام ده كله ببرمز مش بتعود عليه فالطبيعي ان انت اللي عليك الضغطات انت نفسك تكسب بفريق كبير بشخصيته وكل حاجة انت اللعيبة اللي موجودة دي مقدرتش تكسب فانت اكيد اكيد الفرق كله طبعاً في شخصيتك انت شخصيت فرقة متعودة على البطولة غير نادي يعني لسه جديدة على الموضوع اه لعيبة كتير كويسة سكواد اعلى من اي حد في مصر دلوقتي لكن حتة ان انت في حافز موجود دايماً طول الماتش جمهور موجود بيدعمك لاخر دي دي فرق طبعاً معناها الزمالك صحيح الزمالك كان نهاردة على مستوى الأداء الفني قدم ايه في المبرانة النهاردة هل الزمالك كان افضل من برامد على المشتوى الفني ولا برامد كان الامر لا هو برامد في اوقات كتير من المباراة كان كويسة كان مسك كورة بس ما كانش فيه خطورة يعني لسه كنت اكلم مع رزق بعد ما جاب الجون الاولاني ابتدى للتحضير بتاعه ونقل الكورة مش عشان اجيب جون يعني عشان ضيع وقت مثلاً او مستحوز على كورة وخلص لكن الزمالك جات له فترات كان لا بيبقى مؤثر كانت الهجمة بتروح بيقدر يفنشها ما كانش فيه توفيق طبعاً في الفينش لكن الزمالك كان اخطر يعني الزمالك كان عايز المباراة اكتر من برامد من العبيد النهاردة عجبك اداءه في الزمالك؟ طبعاً ناصر مهر هايل لعيب كويس جداً ومؤثر وجريء ويعني بيقدر يعمل اللي بيصنع الفارق زيزو كان كويس عبدالله طبعاً هايل لأ مجموعات لعيبة كانوا كانوا بنتاج هايل هايل أسألك كبتل محمد على زيزو كان كمال تحديداً كونه هو النهاردة اللي كان بيعوض غياب دونجا هل زيزو كان كمال قدر يعوض غياب دونجا ولا لا؟ يعني مجرؤية الماتش طبعاً يعني انه طلع بمكسب للفرقة والحاجات دي حتى لو هو يعني مش 100% زي دونجا طبعاً فالمكسب هيغطي على الحاجات دي لكن طبعاً دونجا لعيب كبير طبعاً فترات كبيرة في الملعب وزياد محتاج وقت في الملعب زياد لو لقى فترة كبيرة هيبقى وجوده مهم في الفرقة يعني أنا قلتها من فترة ان زياد ده يعني هو محتاج وقت وثقة من الناس فيه هيقدي كواس جداً وهيبقى له دور كبير اهو في الفرقة حاس انه هو لما بيلعب بيمسك في الفرصة ولا؟ هو بيحاول صراحة يعني هو باين عليه يعني وحتى باين عليه في الشغل انه هو بيحاول يحاول بيحاول نفسه في الملعب وده أكيد ما بيجيش كده صدفة أكيد هو برضه في التمرين دايس على نفسه وشغال بره على نفسه كويس فما فيش حاجة بتجي كده صدفة أكيد فيه تعب فأكيد إن شاء الله يعني الفترة الجاية يكون موفق ويأخذ الفرصة كاملة يعني وإن شاء الله نشوفه دايما كويس إن شاء الله